أهلاً أحباً مشاهدينا يسوع هو الرب حتى نشوف هذه الفكرة من خلال البشارة ومن خلال ولادة يسوع المسيح اسمع ما قال الملاك في الكتاب المقدس من كلمة الله فقال لهم الملاك بيكلم الملاك الرعاة في بيت صحور في حقل الرعاة بجانب بيت لحم لا تخافوا فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب المسيح الرب طبعاً هذه التتميم لنبوة النبي ميخا في العهد القديم إصحاح خمسة والآية 2 عن الرب يسوع مكتوب وأما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ الكلام الذي يولد في بيت لحم الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وعندما بشر الملاك قال أبشركم بفرح عظيم ولد لكم اليوم المسيح الرب لتتميم النبوة ولحظ هذا اللقب الرب بيتمشى مع لقب المسيح بحسب النبوة الأزل لأنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يعني وجود المسيح قبل ولادته من أجل هذا نردد في قانون الإيمان المسيحي مولود غير مخلوق ثم أحبائي لاحظ الكلام عند البشارة ألي صباط عندما ذهبت مريم القديسة المطوبة مريم لتزور نسيبتها قريبتها ألي صباط في عين كارم في جبال اليهودية وعندما سلمت على ألي صباط فقالت ألي صباط فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي من اللي أعلن لألي صباط طبعا هي كمان كانت حبلة بمعجزة بيحنى المعمدان بس من الذي أعلن لألي صباط من أين لي أن تأتي أم ربي إلي يعني بكلمات أخرى عم بتقول من أين لي هذا الشرف كيف أنا ممكن أحصل على هذا الشرف مع أنه لاحظ الكلام ألي صباط كانت من بنات هارون يعني من صبت الكهني وزوجها كان كاهن بيخدم في منطقة القدس في الهيكل يعني من عائلة مرموقة جدا وبينما مريم جاءت من الناصرة بلدة متواضعة ولاحظ أنه ألي صباط كانت عجوز على الأرجح كان عمرها ستين سنة ومريم كان عمرها يعني ممكن نقول خمسة عشر بالكتير ست عشر سنة العجوز تقول للشابة من أين لي هذا الشرف أن تأتي لي أم ربي إلي واو أنت جاي من الناصر إلى اليهودية لما سمعت سلام مريم ارتكد تحرك الجنين في بطنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر